اعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن العودة المدرسية ستكون في السادس من سبتمبر المقبل بالنسبة لأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية وعشر منه بالنسبة للطلبة مشيرا إلى أن هذا العام يشهد هذا العام لأول مرة افتتاح خمس مدارس جديدة متطورة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 34 مليون دينار قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بجولة في عدد من المدارس الجديدة المزمع افتتاحها في العام الدراسي الجديد 2017-2018 والتي تم إنشاؤها في مختلف المحافظات حيث يشهد هذا العام ولأول مرة افتتاح خمس مدارس جديدة متطورة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 34 مليون دينار واطمأن الوزير على الاستعدادات للعودة المدرسية التي ستكون يوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر المقبل بالنسبة لعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية ويوم الأحد العاشر من سبتمبر بالنسبة للطلبة وخلال الجولات طلع الوزير برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة على كافة مرافق المدارس إلى جانب توفير وسائل المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة وبهذه المناسبة أشاد الوزير بالدعم الذي تناله المسيرة التعليمية من القيادة الرشيدة وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتشهيد المدارس وفق المواصفات العالمية وذلك بالشكل الذي يتناسب مع المشاريع المتطورة التي تنفذها الوزارة من أجل توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة والارتقاء بالمخرجات التعليمية سوف يشهد العام الدراسي بإذن الله تعالى افتتاح العديد من المدارس المتطورة الحديثة التي تم تزويدها بتجهيزات تخدم المسيرة التعليمية صرف عليها أكثر من 34 مليون دينار حتى الآن هذه المدارس ذات مواصفات عالية صديقة للبيئة ستسهم إن شاء الله تعالى في خدمة المسيرة التعليمية في مملكة البحرين وتتميز المدارس الجديدة التي سيتم افتتاحها هذا العام بأنها صديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية إضافة إلى إمكانية استخدام ملاعبها لإقامة المنافسات الرياضية وتعمل وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها لإنشاء العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة وفق النظم الأكاديمية الحديثة والاشتراطات والمواصفات العالمية من أجل مواكبة التطور التعليمي المستمر في المملكة وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية في مختلف المحافظات وتقريب تلك الخدمات من مناطق سكن الطلبة والطالبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر